اشتركوا في القناة وقال معالي وزير النفط ان البحرين قد شهدت مسيرة تنموية مباركة حضيت من خلالها برعاية عالية ومسؤولة من لد جلالة الملك المفدى وبمساندة سمو رئيس الوزراء وبدعم ومؤزرة من سمو ولي العهد وخطوات واثقة وثابتة ومتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز التي يعد المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني من اجل تطوير مملكة البحرين والعبور بها الى مصاف الدول الاكثر تقدما وحداثة في العالم واكد معاليهن البحرين تلعب دورا محوريا ورياديا عاليا على المستوى الاقليمي والدولي في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تعد موضوع الساعة في الوقت الراهن الذي يستحذ على الاهتمام الاكبر في مناقشة الرأساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية خاصة لما يمثله صندوق المناخ الاخضر من آلية تمويلية مهمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في مجالي التكيف والتخفيف من اثار التغيرات المناخية وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس للمناخة وشدد معالي وزير النفط البحرين خطت خطوات واثقة وثابتة ومتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز التي تعد المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني من أجل تطوير المملكة والعبور بها إلى مصاف الدول الأكثر تقدما